أجمل عبادة تفعلها في ليلة الإسراء والمعراك بسم الله الرحمن الرحيم ليلة غالية على الله ليلة غالية في دينا ليلة غالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في شهر رجب وشهر رجب ظل النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان فشاء الله تبارك وتعالى إن قمة البركة في نهاية رجب وفي بداية شعبان تكون ليلة الإسراء والمعراك هو فيه بركة أكتر من كده هو فيه عطاء أكتر من كده البركة هي العطاء الكبير ليلة الإسراء والمعراج هي إجابة لدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وشكوى ومناجاء إلى الله طلع النبي الطائف ضربوا أهل الطائف بالحجارة وارفضوا أن يستمعوا لدعوته والرسلته وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي إلى الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تتركني فجاء الرد من السماء يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أهل الأرض أذوك تعال شوف من زلتك عندنا في السماء يروح إلى المسجد الأقصى ويصلي بكل الأنبياء أعظم اجتماع في التاريخ لم تكتمع أنبياء الله على الأرض أبدا إلا في المسجد الأقصى ومين الإمام؟ الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا في السنة لا يؤمر رجل في بيته ده بيت النبي ومكان النبي صلى الله عليه وسلم وتقف كل الأنبياء شايف مين اللي وقفين بيصلوا ركعتين؟ شايف سيدنا موسى؟ شايف سيدنا عيسى؟ شايف سيدنا إبراهيم؟ إيه التكريم ده؟ كل ده عشان دعوتك يا رسول الله من قلب متألم من اللي عملوك فيك قريش شايف مقامك بين الأنبياء أنت سيد المرسلين ثم يصعد إلى السماء ويقف سيدنا جبريل ويقول له تقدم يا محمد أنا مقدرش أتقدم أكتر من كده ويصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمر في السماء السابع على سيدنا إبراهيم ثم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكلفه بالصلاة يا سلام الصلاة جاءت في المعراج إيه الرحلة دي وإيه التكريم لرسول الله بلغ منزلة لم يبلغها لبشر ولا ملك من قبل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيه العبادة اللي بتنصحنا بيها في ليلة الإسرار والمعراج عبادتين أول حاجة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قلبك سيد المرسلين سيد الخلق أجمعين صاحب المقام الذي لم يبلغه أحد من قبله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقولها كأنك شايفه تقولها كأنك بتقول أنا عايزة بأزيك على خطاك على أخلاقك يا رسول الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النقطة التانية تدعي بالأدعية اللي أنت مهموم وحزين فيها هذه ليلة معجزة لتفريج هم النبي صلى الله عليه وسلم يا رماعة المهمومين والمكروبين والمحزونين أصحاب الكربات أصحاب المصائب هذه الليلة كانت ليلة تفريج هم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعدها الفتح الكبير وهاجر بعدها النبي إلى المدينة فكانت الإسراء والمعراج هي الباب الكبير للفتح الكبير مهموم اللي لا يدعي كتير وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير اللهم فرج هممنا اللهم أزل كروبنا اللهم وسع علينا اللهم بلغنا رمضان وأنطراض عننا آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة